من ضمن الحقيقة للأسئلة كنت عاوز أعرف أجازات الإخوة المسيحيين في القطاع الخاص بتتحسب إزاي؟ الحقيقة في الشركات الخاصة بخصوص أعياد المسيحيين لأن كل موقع مش عارفها عمل إيه؟ الحقيقة الأجازات الرسمية دايما هي 7 يناير ولكن بخصوص أحد الزعف وخميس العهد وعيد الغطاص وعيد القيامة بتلاقي في بعض المعلومات المتضربة واللي بيحصل هو بيكون common practice أو بيكون حاجة بتكون موجود لأن آخر تعديل في قانون العمل مش مكتوب في أي شيء بخصوص الأعياد الرسمية غير إنها تعلم بمعرفة رئيسة الوزرة فلو لم يتم الإعلان بتبقى هي فقط قائمة على حسب كل مؤسسة وبخصوص قانون العمل لأجازة الرسمية الوحيدة هي 7 يناير معادة ذلك بيكون أجازة من الرصيد أو ده الحاجة اللي احنا بنفضل إن الناس يتابعوها بيكون لاحة داخلية بتنص إن بقية الأيام أجازة للإخوة المسيحيين فده بيكون بالنسبة لي مرجع إنه الشركة عاملة قانون داخلية ليها بتديها أجازة ودي بتبقى حاجة كويسة ونصحة مني لا تنتظر ده لا يكون بالنسبة لك مهمة علشان تكون الدنيا بالنسبة لك فلو في عندك إخوة في مسيحيين مفيش مشكلة إنهم ياخدوا بعض الأيام لأن دي أعياد لهم وربنا يوفق جميع وأكتب لجميع الرزق ويديم المحبة والأخوة وأرجوك أي تعليقات طائفية هاقوم بمسحها لإحنا هنا بنتكلم على قوانين العمل ولا نريد دخول في أي شيء وبتوفيق إن شاء الله موسيقى